ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتلقت بلاغا في حوالي الساعة التاسع صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو السيفين بمنطقة المنيرة الغربية بيجيزة وأكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات وأضاف البيان أن الحريق أصفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية كما أصفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكيف بالدور أثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابة والوفاة